بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله سأشرح لكم كرنل والرانج الكرنل والرانج هم أفكارهم جداً سهلة وبسيطة هم مرتبطين نوعاً بها باللينير ترانسفورميشن فإذا حضرتوا الفيديو قبل هذا كنتوا فهمينه كتير منيح ان شاء الله انه الكرنل والرانج ابداً ما رح يغلبوكم وما رح ياخدوا منكم وقت الكرنل والرانج فايند المباشر فايند المباشر واند المباشر حكا لي انه تي x1 x2 x3 x1 plus x2 و-2 x1 plus x2 minus x3 انا رح اخد معاملات x1 x2 x3 واعمل منها ماتريكس 1 1 0 minus 2 1 and minus 1 طبعاً هم الى x1 x2 and x3 هلا شو رح نعمل احنا بنعرف انه الرانج هو عدد المباشر اذا خلينا نعملها على شكل أو رح نقول 2 r1 plus r2 صارت 1 1 0 الرو الأول رح يضلو زي ما هو 2 ضرب 1 2 ناقص 2 0 2 ضرب 1 2 زائد 2 4 4 و 2 ضرب 0 0 ناقص 1 بنضلها ناقص 1 رح اقسم الرو التاني على ربع رح يصير 1 1 0 0 0 1 سالب 1 على 4 اذا هيك صارت الماتريكس على شكل الرو echelon form لو بدي اعملها reduce row echelon form بحقول minus r2 2 plus r1 رح يصير الرو الأول رح يتغير 1 0 و ربع الرو التاني رح يضلو زي ما هو 0 1 minus 1 over 4 اذا هيك كتبنا الماتريكس على شكل reduced row echelon 4 هلا شو بدنا نساوي؟ بدنا نطلع الرانك تبعها الرانك تبعها هو عدد leading ones هون في عنا كم leading ones 2 leading ones إذا الرانك بساويتنا إذا بتتذكر الرانك كنا شرحنا عنه قبل شرحنا مع nullity قلنا الرانك هو بيعطينا عدد leading ones والنالتي بتعطينا عدد columns minus minus الرانك عدد الكولومز 3 columns minus 2 equals 1 إذا هيك احنا طلعنا الرانك والنالتي في اشي كتير مهم اللي هو انه النالتي مربوطة بكيرنل كعدد يعني إذا النالتي واحد الكيرنل رح يكون واحد والرانك مرتبط بالرانج الرانج يعني الرانك كتنين إذا الرانج رح يكون فيه two bases طيب كيف بدنا نطلع الرانج الرانج هو columns يلي فيهم leading ones بس بدنا ناخدهم من الماتريكس الأصلية يعني الكلوم الأول والكلوم الثاني بالماتريكس الأصلية الرانج رح يكون one zero and one zero sorry one minus two and one one من الماتريكس الأصلية اللي هي هاي تمام إذا عدد الأشياء يلي عدد ال bases يلي في الرانج بدهم يكونوا نفسهم العدد الرانك two rank يعني في عندي two ranges هو منطقيا كتير كتير راكب لأنه الرانج هو عدد leading ones والرانج هو columns يلي فيها leading ones فرح يطلعوا بالآخر نفس الشي طيب النالتي هي عدد ال columns minus عدد ال columns يلي فيهم leading ones إذا شو يعني أنا بدي أجي لل column يلي ما فيه leading ones يلي هو واحد على أربعة وسالب واحد على أربعة وهو رح يكون الكلر تمام وبالآخر لما نجمعهم مع بعض واحد زائد تنين رح يعطينا ثلاثة يلي هو عدد ال columns إذن فكرتهم كتير كتير بسيطة خلينا ناخد مثال تاني في عدد حكّلنا L XYZ وعطاني X minus Z X plus 2Y minus Z Z شو رح أعمل رح أكتب matrix فيها معاملات المتغيرات هدول نكتب أول إشي معاملات X 1 1 and 1 معاملات Y 0 2 and 0 معاملات Z 1 minus 1 and minus 1 بدي أعمل الماتريكس على شكل Reduced row echelon form شو رح أعمل رح أقول minus R1 plus R2 رح أقول minus R1 plus R3 الرو الأول ما غيرنا عليش يظلوا 1 الرو التاني 1 ناقص 0 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 1 زائد 1 0 الرو التالت رح يصير 1 ناقص 1 0 ناقص 0 سالب 1 زائد 1 0 و السالب 2 هاي بدي أعملها 1 رح أقول تقسيم سالب 2 R2 صارت الماتريكس الرو الأول مثل ما هو 1 0 minus 1 الرو التاني 0 1 0 والرو التالت هو 0 0 0 إذن هاي هي الماتريكس اللي طلعت عنا بنطلع الرنك والنالتي والرينج والكيرنل 0 فاول تقسيم تمام 0 ماذا سنفعل 0 0 الماتريكس 0 0 0 0 0 0 0 0 فيهم وهذا وهذا اذا الرانج تنين الرانج قلنا انها مرتبطة بالرانج يعني الرانج راح يكون فيه راح يكون في عنا تو كولومز الكلوم الاول راح يكون طبعا بدي اخذهم من الماتريكس الاصلية الكلوم التاني راح يكون او تو او اذا طلعنا الرانج والرانج هلأ بنا نروح للكرنل الكرنل مرتبط كتير بالنال سبيس ومرتبط بعدد الناليتي عشان نطلع الناليتي راح نقول عدد الكولومز مينس الرانج انا ثري كولومز مينس تو ايكولز تو ون اذا في عنا جوست ون كرنل يلي هو ما فياتو ليدنج ون اذا راح يكون مينس ون اند او اند او هذا بالماتريكس الاخيرة اما طبعا راح اخذه من الماتريكس الاولى يلي هو هي القصة انه هو انا بقدر افرضه يعني راح اعوض اي قيمة اللي هي مثلا راح تكون تي هي راح تكون كعامل مشترك اذا راح نقول one oh one اللي هو كرقم او كقيمة وطبعا اخذنا من الماتريكس الاصلي هيك بي نكون خلصنا ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا استفدتوا كتير ما تنسوا لايك والسبسكرايب ما تنسوني من دعائكم بتمنى لكم كل التوفيق